السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتكلم اليوم عن The Reaction Rate ومعناها معدل التفاعل The rate of reaction is the speed the product is formed and also the speed with which the reactant is used up فكيف يمكنك حساب معدل التفاعل حساب سرعة التفاعل يهمك جدا في الصناعة وكلما كنت قادرا على التحكم في سرعة التفاعل كلما حصلت على النتائج التي ترغب بها في عملية التصنيع عليك هنا أن تتذكر بعض الأمور أولا أن حدوث التفاعل يحتاج أولا أن تتقابل أو تتصادم الألمتفاعلات معا وهذا التصادم لكي يحدث يجب أن تحتوى الجزيئات الألمتفاعلة على طاقة لتتصادم وتتكسر الروابط بينها وتكون روابط جديدة بشكل مختلف فتنتج نوتج أي تنتج مواد جديدة النتيجة هذا عليك أن تعرف أن تلك الطاقة اللازمة لبدء التفاعل تسمى طاقة التفعيل فرّه تنتج تكون موادل التفاعل بطيء أو سرية خاصة الروابط بينها وضع بطاقة التفاعل أولا أولا قياسها وإيجاد علاقة رياضية بينها كيف تعرف العلاقة بين rate of reaction concentration of reactants reaction order rate constant تذكر أن rate loss describe the relationship between the rate of a chemical reaction and the concentration of its reactants عليك أن تعرف أن قياس معدل التفاعل يتم بالتجربة في المعمل وليس بمجرد النظر إلى المعادلة الخاصة بالتفاعل rate loss are determined by experiment only and are not reliably predicted by nation's take home tree في الفيديو التالي سوف يمكنك معرفة الطرق التي تستطيع بها حساب rate loss